إن القلوب تعلاقت بمحمد شوقاً بداماً قد جرى وتذرفا إن ذاب قلبي في سبيل محبات لأذبته نحو النبي تشرفا ومحمد في العالمين مشرفا عند العلي يكون حتماً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً بكم ومرحباً في برنامجكم خلاصة الشفاء اليوم إن شاء الله تعالى ندخل إلى الباب الأول وإلى القسم الأول من الكتاب والذي بدأه الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى بذكر ما أشاد به الحق سبحانه وتعالى وتعظيم العلي الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً لا شك أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو حبيب الحق وهو صفي الله وهو ناجي الله وهو خليل الله وهو حبيب الله فهو صلى الله عليه وسلم صفوة الله من خلقه وخيرته من عباده ولا شك أن القرآن الكريم أفصح في مواضع متعددة عن مكانته وفضله ومنزلته عند ربه سبحانه وتعالى ومما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعله عليه الصلاة والسلام محتد الكمال وجعله عليه الصلاة والسلام الغاية في الكمال البشر يعني لا شيء يبلغ شأوه عليه الصلاة والسلام في الكمال البشر فهو أكمل الخلق أكمل العالمين خلقاً وخلقاً ما له في كماله نظراء جاوز الحد في الكمال فلالطرف محيط به ولا الإطراء صلى الله عليه وآله وسلم ومما يرد في ذلك ما أسنده القاضي عياض رحمه الله تعالى بسنده عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطي بالبراق ليلة أسري به ملجماً مسرجاً ليلة الإسراء جاء البراق ملجماً مسرجاً يعني عليه اللجام وعليه السراج طب لماذا جاء البراق ملجماً مسرجاً لأن كونه ملجماً مسرجاً معنه أنه معد ومجهز ومهيئ للركوب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليركبه فاستصعب عليه يعني وجد ركوبه صعباً لأن البراق يعني له مدة لم يركبه أحد من الأنبياء فلذلك استصعب عليه فقال له جبريل أي جبريل عليه السلام قال للبراق أبي محمد تفعل هذا فما ركبك أحد أكرم على الله منه فارفض البراق عرقاً يعني البراق جرى وسال منه العرق لما سمع هذه الكلمة من جبريل عليه السلام أنت تستصعب أيها البراق على محمد إن محمداً هو أفضل من ركبك والله ما ركبك أحد أفضل على الله من محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذن هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وكذلك جاء ذلك في أحاديث كثيرة أنا سيد ولد آدم ولا فخر أنا أكرم الأولين والآخرين على رب ولا فخر فالأدلة على هذا المعنى كثيرة جداً موجودة في الكتاب وموجودة في السنة الشريفة وقال الله سبحانه وتعالى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنين الرؤوف الرحيم وفي هذا أيضاً من تكريم الله سبحانه وتعالى له حيث إن الله تعالى أعطاه اسمين من أسمائه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم فسماه رؤوفاً وسماه رحيماً طبعاً الله تعالى سمى بعض أنبيائه ببعض أسمائه فسمى النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفاً وسماه رحيماً وسمى نبي الله إبراهيم عليه السلام حليم إن إبراهيم لأواه حليم ويوسف عليه السلام وصف بأنه حفيظ عليم وهذه كلها وإن كانت أسماء لله إلا أنها صفات وصف الله تعالى بها الأنبياء وسماهم أيضاً بها وهذا دلال على أن الأنبياء متخلقون بأخلاق الله سبحانه وتعالى وأعظمهم رتبة وأفضلهم مكانة وأعلاهم قدراً نبينا عليه الصلاة والسلام فنبينا سمه الله تعالى ببعض أسمائه ولذلك قاد الإمام القاضي عياد رحمه الله قاد الإمام القاضي أو بكر بن العربي رحمه الله إن نبينا عليه الصلاة والسلام له أكثر من ألف إسم وكثرة الأسماء تدل على شرف المسماء يعني العرب عندما تسمي شيئاً أسماء كثيرة مثل الأسد مثلاً الأسد مثلاً له أكثر من مئة إسم السيف له أسماء كثيرة كل ما هو محل عناية عندهم له أسماء كثيرة لأن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى فنبينا عليه الصلاة والسلام لشرفه سمي بأسماء كثيرة ثم إن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه رحمة للعالمين فقال له سبحانه وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ واسمحوا لي أن أتوقف معكم في هذه الآيات عند بعض النقاط وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ من هم العالمون العالمون كل ما سوى الله يعني الإنس والجن والملائكة كل المخلوقات أرسل إليها رسول الله رحمة عليه الصلاة والسلام فهو رحمة للعالمين طيب رسول الله رحمة للعالمين يعني رحمة للمؤمنين من الإنس ومن الجن طبعا طيب كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للملائكة نحن بنقول للعالمين كل ما سوى الله ومنهم الملائكة وربنا بيقول وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وبيقول الحمد لله رب العالمين بالجمع ما بين هاتين الآياتين كل من كان الله له رب فنبينا صلى الله عليه وسلم له رحمة طيب الملائكة كيف كان رسول الله رحمة لهم أورد الإمام القاضي عياد بعد هذه الآية خبرا ذكره وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام يا جبريل هل أصابك من هذه الرحمة شيء يعني عندما يقول الله مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ هل أصابك من هذه الرحمة شيء قال جبريل نعم كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء الله تعالى علي بقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين الهو أمين سيدنا جبريل فلما أثنى الله على جبريل في القرآن أمن جبريل من العاقبة يعني أمن عاقبته عند الله عز وجل فكانت هذه الرحمة أصابت جبريل بسبب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل العرش نفسه العرش نفسه اهتز لما كتب عليه لا إله إلي الله كما في الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في دلائر النبوة والضياء المقدسي في كتاب المختارة وصححه الحافظ البلقيني وصححه الشيخ الإسلام السبكي وصححه جماعة عن ابن عباس رجل الله تعالى عنه قال أوحى الله تعالى إلى عيسى ابن مريم عليه السلام أن يعيسى آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمر قومك أن يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا أرض ولقد خلقت العرش فكتبت عليه لا إله إلا الله فاهتز فكتبت عليه محمد رسول الله فسكن فسكون العرش هذا أليس أثرا من آثار الرحمة الرحمة به صلى الله عليه وآله وسلم إذن نبينا رحمة للإنس ورحمة للجن ورحمة للملائكة طيب هذا فيما تعلق بأهد الإيمان فما بالكم بأهد الكفر يعني أهد الكفر هؤلاء كيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للكفار والمنافقين قال الإمام القاضي عياد فيما نقله عن السمر القندي وهو رحمة للمنافق بالأمان من القتل يعني المنافق هذا المفروض أنه هو يقتل لأنه منافق يبتن شيء ويظهر شيء آخر لكن لم يقتل ولما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له نقتل أبي بن سرول رأس المنافقين قال لا لألا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه النبي كان ممكن يأتي الكدر المنافقين الموجودين لكن لا لم يفعل ذلك لأنه رحمة للعالمين فهو عليه الصلاة والسلام رحمة للمنافق بالأمان من القتل ورحمة للكافر بتأخير العذاب الكافر ده هو ما سنة الله تعالى في الكافرين قبل رسول الله يعني قوم منوح لما كفر عام معهم إي ربنا أهلكهم قوم عاد قوم ثمود قوم صالح يعني جميع الأنبياء وأقوامهم الكفار قوم روت ماذا فعل الله تعالى بهم ماذا فعل الله تعالى بهم أهلكهم ودمرهم تدميرا طيب الأمة المحمدية فيها كفار وده لا طبعا فيها مسلمين وفيها مشركين طيب الكفار دول أهلكهم والله استأسرهم أغرقهم بالعذاب جيه توفان والعياذ بالله أبدا حصل خصف أو مسخ زي ما حصل مع قوم الوت طيب كل اللي عملوه قوم الوت مش موجود في الأمة المحمدية في ناس والعياذ بالله طيب قوم شعب لما طففوا الميزان مش فيه في الأمة المحمدية اللي بتطفوا في الميزان فيه كل ده موجود طيب إيه اللي حصل الله تعالى لم يعذبهم بل الأمة المحمدية والكفار وغيرهم المنافقين الكفار طلبوا العذاب من الله وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمتر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم طلبوا العذاب فماذا قال الله لهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أكتفي بهذا القدر وإلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى الملتقى إن القلوب تعلاقت بمحمد شوقاً بداماً قد جرى وتذى الرفاء إن ذاب قلبي في سبيل محبات لأذبته نحو النبي تشرفا ومحمد في العالمين مشرفا عند العلي يكون حتماً أشرفا يا ربي صلي على الحبيب محمد مدام عزك في البقى واستنكفا ومحمد في العالمين مشرفا عند العلي يكون حتماً أشرفا يا ربي صلي على الحبيب محمد مدام عزك في البقى واستنكفا اشتركوا في القناة